بسم الله الرحمن الرحيم مواصل حديث عن صلاة أهل العذاب مسألة إذا نوى إقامة أكثر من أربع أيام فهل يتم الصلاة أم لا يتم الصلاة قال العلماء في المذهب الحنبلي إذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربع أيام في أي مكان كان سواء كان في البر أو في البلد فإنه يلزمه أن يتم وأن رخص السفر تنقطع لأن السفر أنقطع بنية أن يقيم في هذا المكان أكثر من أربع أيام والمفهوم من ذلك أنه إذا أقام نوى أن يقيم أربع أيام فأقل فإنها لا تنقطع أحكام السفر وإن له أن يقصر الصلاة وكذلك حالة أخرى أنه إذا لم ينوي إقامة أيام معينة وإنما متى انتهى شغلة أو انتهى ما أراد السفر إليه فإنه يسافر فإنه حتى وإن طالت المدة فإنه يبقى في أحكام السفر وإنما المسألة هذه إذا نوى إقامة أكثر من أربع أيام مثال على أنه ينوي أكثر من أربع أيام رجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوع فقال العلماء في المذهب يلزمه الإثمام لأنه نوى أكثر من أربع أيام الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذا الحجة وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء أربع أيام وخرج يوم الخميس إلى ميناء فأقام في مكة أربع أيام يقصر فيها الصلاة فأخذوا من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربع أيام فإنه يقصر الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمفهوم المخالف أنه إذا زاد عن أربع أيام فإنه لا يقصر الصلاة وإنما يتم الصلاة هذه المسألة قالوا هي من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال حتى وصلها بعضهم إلى عشرين قول لعدم وجود دليل فاصل يقطع في هذه المسألة وابن عثيمين رحمه الله قال القول الصحيح في هذه المسألة أن المسافر مسافر سواء النوى إقامة أكثر من أربع أيام أو دونها لأن الأدلة جاءت عامة من الكتاب ومن السنة ولم تحدد وقت ودليل القرآن قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة فقوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض عام يشمل كل ضارب ومن المعلوم أن ضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة طويلة بحسب حاجة المسافر وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مددا مختلفة يقصر فيها فأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة وأقام في مكة عام حاجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة فهذه المدد لم تحدد أن أكثر من أربع أيام عليه أن يتم الصلاة وأنه ينتهي سفرة فهذا التحديد لا دليل عليه مسألة الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وذلك في السفر إذا كان الإنسان مسافرا فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين وقالوا الجمع في السفر سنة إذا وجد سببه وقالوا ذلك لأمرين الأمر الأول أنه من رخص الله عز وجل التي رخص بها لعباده والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه الأمر الثاني أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع كالسفر ثانيا في المرض والمريض الذي يلحقه مشقة بمرضة يجوز له الجمع كالمريض بالصداع أو مرض الظهر أو أي مرض من الأمراض فإنه يجوز له إذا كان هذا المرض يلحقه منه مشقة أو يؤدي الاتيان بالصلاة في وقتها يلحق المريض بذلك مشقة فإنه يجوز له أن يجمع صلتين في وقت أحدهما إما أو إحداهما إما أن يكونوا جمع تقديم أو جمع تأخير والدليل على ذلك عمون قال الله عز وجل يريد الله بكم الاسر ولا يريد بكم العسر وقوله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا مبني على قاعدة المشقة تجلب التيسير وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قالوا فإذا انتفى الخوف في المطر وهو في المدينة مقيم غير مسافر انتفى بذلك السفر لم يبقى إلا المرض فيجوز أن يجمع من أجل المرض ثالثا الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب أو وحل أو رياح شديدة فقد وردت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هل من لازم جواز الجمع جواز القصر الجواب لا فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع فلا تلازم بينهما هل الأفضل جمع التأخير أو جمع التقديم الأفضل أن يفعل المسافر أو المريض الأرفق به فإن كان الأرفق به جمع التأخير فيذهب إلى جمع التأخير وإن كان الأرفق به جمع التقديم فليجمع جمع تقديم والدليل على هذا قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين إن الدين يسر وأيضا حديث معاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جمعا وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصل الظهر والعصر جميعا ثم سار فيفعل الأرفق له من هذه الأمور هذا والله أعلم وأحكم